السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز دائما ابدع واستمتع وزي ما كنت لسه مش مشترك معاني عليه تشرفنا بالاشتراك في القناة للاطلاع على كل ما هو جديد وافضل واحدث الشروحات في مجال التقنية النهاردة بنتكلم عن كيفية تنزيل التحديث الجديد في المورا اكس طبعا انا كان عندي الاصدار اللي هو في المورا ناين تسعة واغلبنا لسه عنده هذا الاصدار عشان تعرف الاصدار اللي عندك بتخش على قائمة تمام وتروح على عباوت هتلاقي هنا هو الفرجن ده فيرجن تين او اكس اللي هو احدث اصدار ده انا نزلته والسبب في عمل فيديو النهاردة هو ان في مشكلة وجهتني واعتقد هتواجه ناس كتير ان انت لما بتيجي تحدث في المورا ناين تسعة اللي معاك مش بيتحدث للفي المورا اكس وبيقول لك تم التحديث وبيفضل على نفس النسخة القديمة اللي هي في المورا ناين عشان تتغلب على النسخة ديت او عشان تتغلب على المشكلة ديت هتقيم ليه هتروح على الويب سايت الرسمي تمام الواندر شير في المورا تمام وهتخش على حسابك انه هو باليوزر نيم والباسورد بعد ما تخش باليوزر نيم والباسورد هتخش على الاكاونت سنتر اهو لما بتخش على الاكاونت سنتر هنه هو تقادي بيانات الاكاونت بتاعك وبيقول لك المشتريات بتاعتك الابليكيشن انت شاريها الواندر شير في المورا هتخش على الخيار التاني ناوت فيو برودكت اللي هو عرض المنتج هتخش ناوت هتلاقي المنتجات بتاعت في المورا هتختار الوووolate. هنا بقى بيظهر لك اهو الناس اللي ما عندهاش الفيرجين الجديدة تقدر تحمل الفيرجين في المورا اكس او او عشرة او الفيرجين عشرة تمام ادي في المورا اكس للويندوز وادي تحتي في المورا اكس للماك انتوش. مجرد ما بتختار في المورا اكس للوندوز بتدوس ينهوت بعد ما بدوست هتلاقي على طول عملك التحميل وبدأ التحميل في التنزيل وخلاص مجرد ما بيتحمل بتوز عليه وتعمل ستوب طبعا بذكركم ان انتوا لازم تقفلوا النسخة القديمة عشان الستوب ينزل بنجاح ويفتح لك النسخة الجديدة ارجو انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وما تبخلوش على قناتكم قناة العبداع والتميز دائما قناة قبدا واستمتع بلايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله